للحديث عن هذا الموضوع التقني والفني معي الخبير في تقنية المعلومات سيد أيمن عيتاني من دبي أنا بك أيمن معنا على سكاي نيوز عربية هذا الخبر يعني ربما تهتم فيه الدوارة اقتصادية أكثر لكن حتى المتابعين يريدون ربما بديلا لأبل وهواوي إلى أي مدى تعتقد أنه سينجح إلى أي مدى تعتقد هناك سوق ثالثة لساعات الذكية قابلة للتمدد وقابلة للاختراق الآن محلا مازد مؤسسة فيسبوك مؤسسة هائلة وفي عندهم فريق يعني فريقا نشتغل على كل شيء فيه مواضيع وأجهزة وتقنيات معينة يلي كل شيء يخصوا بالإنترنت ونحن استهلاكنا للإنترنت فيه حكي هلأ أنه يمكن يكونوا يفوتوا بالأجهزة مثل الساعات لأنه هو الخطوة الثانية ماجد هلأ نحن كلنا صار معنا أجهزة التليفون الخطوة الثانية هتكون يعني هواينات الذكية وساعات يعني هدا هي المرحلة الثانية وشي مثل جهاز أوكيولوس يلي تفضلت فيه انترنتين أوكيولوس عنده فيسبوك شترت مؤسسة وعم بتطور عليه فهلأ عم شوفوا شوفوا خطوات تانية وهو ماجد توقيت هلأ ليش مهم لأنه فيه صراع بين فيسبوك و أبل على دعايات أبل بتقول أنا بدي غير الطريقة يلي ناس مثل فيسبوك عم بيستعنوا دعايات ليوصلوا للناس وفيسبوك عمدا مشكلة بهالموضوع لأنه مردود الأساسي مردود دعائي فأجهزة مثل هيدي ماجد بتخليهم شوي تخطوا في حال أبل قررت بدا تسكن عليهم الكامل طيب أيمن هنا لابد من السؤال حقيقة يعني نحن عشنا منذ فترة العقدين الماضيين تقنيات تلغي تقنيات رأينا ما حدث مع هواتف نوكيا التي كنا نستخدمها اليوم أبل و هواوي وسامسونج و شركات أخرى هل يلوح في الأفق تقنية ربما تلغي هذه الشركات مستقبلا كخبير معلومات هلأ سؤالك بمحله و ديما هو الخوف على مؤسسة أبل ومؤسسة أبل يعني ستيف جوبز المؤسس تبعولها يعني تقريبا من 10 سنين توفق بيرحمه صحيح السنة هلأ حكوا في أبل أنه مردودة أكتر بكتير من أيام ستيف جوبز أبل فريكزي وماكني هلأ بس الخطوة البعدة اللي هي بعد التليفونات يعني احنا هلأ تليفونات كلها هي تليفونات كل شي بس الخطوة البعدة هتكون السيارات الذكية العوانات الذكية التياب الذكية فهذا كله هيتغير فإذا أبل وفيسبوك وجوجل ما قدروا يخطوا هذه الخطوة بيصير معهم ماجد مثل ما أنت عم تحكي أنه يمكن يكونوا موجودين اليوم بيبطلوا موجودين إذا ما عملوا هذه الخطوة أشكرك جزيلا من دبي الخبير في تقنية المعلومات السيد أيمن عيتاني شكرا لك